أسر النهاردة فوز تأخر للبرازيل قدام سوسرا بس وانت بتتفرج على مباراة للبرازيل دلوقتي بتتبقى عارف هو الفوز هيجي إمتى حتى لو البرازيل ما قدمت لكش أداء مبهر أو ممتع جدا بس الفرقة تقيلة قوي في الملعب قوي دفاعيا وفي وسط الملعب وهجومان كل حاجة جامدة جدا والدكة جامدة جدا لدرجة ان انت بتقعد تقوم احتار هو من اللي المفوض ينزل ما كلهم حلوين اللي بره كلام حقيقة كريم يمكن سكوات قوي جدا 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 مرعب تيتي عنده حقيقة يعني رفاهية في الاختيار ممتازة لكن كان يعني التخوف بتاعي أو السؤال اللي بيخش في عقل احد بتفرج على الكرة كريم هتعمل ايه بعد غياب نمار في نفس الانكل اللي أصاب اللي حصلت ويجيب عن مطشين المجموعات الاستخدام اللي استخدمه تيتي المطش اللي فات بنيمار كونه يبقى واحد من لعبته النص أفاد الخطة برازيل وأضاف كمان للسكوات الموجود انه يبقى كل الفرق انا قادر استفيد بكل أوراية الهجومية كأن الاربع فوق كأن الاثنين بتعوص الملعب مغطيين كويس قوي اللهم باكيتة وكازيميرو كازيميرو راجل يعني هو بتاع الحتة دي بتاع نص الملعب يقدر يغطي لك القصة اللي تحت كلها باكيتة باكيتة كمان عشان ناس تبقى عارفة هو أصلا لايب لك بعشر يعني حتى في نص الملعب بيتحوط واحد هجومي بالضبط بميول هجومية فكله طالع فوق يعني كانت قوي جدا على سربيا رغم من سربيا أنا لازلت عند رأيي ان هي كان ممكن تكون الحصان الاسود هنشوف يحصل ليه في آخر مباراة فبالتالي كانت تلعب مع فرقة قوية قوي وسلد قوي دفاعين وانتهت انه بلعبه بشراسة جدا في الفولات يمكن تميل العنف وانتهت بإصابة نيمار فالدهر ده كان كله في بالي يا كريم ايه حيعمل ايه تيتي فبالتالي اتزنق في اختيار ان لا حيبوا ثلاثة وسط الملعب شوية بأدوار دفاعية يعني دخل فرد مكان بقى ثلاثة وسط الملعب لعيبة وسط الملعب ماستحملش ده وحس انه اللي عجبني ان فيه انه لا انا عايزة باين زي ما فرنسا خدت الست نقاط وزي ما بورتغال خدت انا عايزة باين ان انا كمان انا مش استنى المباراة انا مش استنى حد انا مرشح رئيسي فبالتالي تغيرات كلها كانت ان انا عايز المكسب بعدين ما استنىش كتير اقحى من رودريجو في حتة النص بدل ما يلعب على الجناح وساب الراجل زي ما هو ناحية اليمين ونزل رودريجو في النص حتى الجون لو معانا لقطة الجون يا كريم جاي من ضغط ضغط من رودريجو ضغط من رودريجو في القلب في العمق لما زودت العيب تاني في النص حصل خلخلة في دفاعات سويسرا الكرة راحت لجونيور كان لجونيور وتسجل الهدف فبالتالي كانت تطمعان في الماتش مراضي اكين انا شفت كمان الردد الفعل بتاعته بعد الهدف يا كريم كأنه هو كان نفسه جدا ميخسرش من برازيل وبيلعب على النقطة تغيير واحد في التشكيلة عن المباراة اللي فاتت اللي لعب فيها قدام الكاميرون وكسب هدف مبوله وكان فريدر مكان شاكيري شاكيري حتى منزلش في تبديلات ده غريب او بالنسبة لي لسبب ان لو تبص على منتخب زي سويسرا عنده مثلا الـ 24 هدف اللي فاتوا لسجلهم هتلاقي ان شاكيري عنده نسبة كبيرة جدا هي نسبة التدخل او المساهمة بالـ 50% الاهداف 12 هدف من اللي جاباهم سويسرا من أصل الـ 24 هم سجل تمانية يا كريم وصنع اربعة منهم الجون في المباراة اللي فاتت قدام كاميرون العرضية اللي عملها لإنبولو فبالتالي النهاردة عجبني جدا تيتي مش بس ان انا رايح بفريق عشان عندي رفاهية في الاخترارات الهجومية لأ كانت معان في الماتش تغيرات كلها كانت هجومية حتى بعد منازل رودريجو وتسبب في الهدف طلع الوينجين رايحه منازل زي ما الانجليز بيقوله فراش لجز طلع بقى نازل مارتينيدي وطلع ونازل أنتوني وبدأ يحرك الدنيا وطلع رفينيا رايحه فبالتالي برازيل بتعلن نفسها طبعا انها دخلة بقوة البطولة دي حتى في غياب نمار قدر انه يقحم حد في نص الملعب يعمل استقل ده